مرحبا و أهلا و سهلاي بكم في فيديو جديد على CHANAL تعلم اللغة التركية في فيديو اليوم راح نحكي عن الزمن الماضي الثاني الموجود باللغة التركية وهو الزمن الماضي غير المحدد غير المعرف غير الواضح يعني له كثير أسماء أو الزمن الماضي النقلي هاد مو موجود عنها بالعربي لهيك بدنا نشوي نركز فيه يعني مو موجود عنها بالعربي هذا الزمن هو زمن ماضي حصل في الماضي لكن أنا ما كنت شاهدة عليه يعني أنا ما كنت شايفته بعيني هو زمن ماضي مسموع أو نقلي يعني أنا وصلي الكلام من عن طريق شخص أو سمعت هذا الخبر أو قريت هذا الخبر أو أنا عملت هذا الشي لكن أدركته بعد فترة تمام؟ يعني أنه بعد ما صار أنا أدركت أني أنا عملت هاي الشغلة هاي رح نستخدم كل هاي الأحداث يعني كل هاي الأمور اللي أنا ما بكون شاهدة عليها ما بكون شايفة بعيني ما بكون مدركة إلها بنفس اللحظة اللي صارت فهاي نستخدمها بهذا الزمن طبعا الزمن الماضي المحدد أو المعرف أنا عطيته من قبل رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف فيكم تشوفوا لأشوف الفرق بين الزمنين طبعا نحن حاكين من قبل بكل الأزمنة شكل الفعل بيكون تكون يعني من جذر الفعل زائد لاحقة الزمن زائد لاحقة الضمير الشخصي لكل ضمير لاحقة ضمير مع عدد ضمير أوه طيب شو هي لاحقة الزمن في هذا الزمن في هذا الزمن الماضي هي اللاحقة مش اللاحقة مش الرباعية يعني مش 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 طبعا تتبع لقاعدة توافق الصوتي الرباعي سرت تعرفوها أكيد مدام وصلتوا معنا لهاي الفيديوهات أضيفها لجذر الفعل مباشرة وأضيف بعدها اللاحقة الضمير الشخصي نبدأ مباشرة مع الأمثلة اللي توضح معنا الزمن بشكل أكبر نبدأ مع الضمير أو الضمير أو لأنه أبسط شي رح يتكون من جذر فعل زائد لاحقة زمن فقط ما إلو لاحقة ضمير شخصي أي فعل بس أضيف له اللاحقة هي مثلا قال نبدأ بأفعل بسيطة قال أو قال أو قال مش ما بيصير أو قال طبعا يعني بس عم نقرأ شوي شوي أو قال قال مش هو جاء من خبرني أنا شفته بعيني لا أنا ما كنت موجود لما هو إجا أنا سمعت هو خبرني سمعت من حدا قلت على الفيسبوك إنه إيه هو إجا يعني بس أنا ما شفته بعيني لو أنا شايفته بعيني كان قلت أو قال دي هذا الزمن اللي أخدناه من قبل أما إذا أنا سمعت هادا الشي سمع ما أنا شايفته بعيني فأقول قال مش أو قال مش أو جتم ش هو ذهب أو يعني بأربا ألمش أو يعني بير أربا ألمش أو يعني بقربة ألمش هو اشترى سيارة جديدة أنا ما كنت معه لما اشتراها بس شفته راكب سيارة جديدة فأدركت إنه هو اشترى سيارة جديدة فبقول ألمش ما بقول ألض ألض لو أنا كنت معه واشتراها وأنا قدامي أما لما بشوفه إنه مشتري سيارة جديدة بعد فترة فبقول ألمش طبعا فيني أقول بدال الضمير أو أي شي مثلا بقول مثلا أكميك بتمش أكميك بيت هو جذر الفعل الانتهاء بتمش انتهى لو أنا عم آكل بالصمون مثلا وخلص وأنا يعني أنا شايفته إنه خلص قدامي ومعضل شي فبقول بيت أما لما أنا رحت على المطبخ مثلا أجيب صمون ولقيته منتهي يعني أنا ما شفته لما انتهى ما شفت آخر قطعة مين أكله فبقول أكميك بتمش أكميك بتمش وهكذا أستخدم هاي اللاحقة مع أي فعل مع الضمير أو بس جذر الفعل زائد اللاحقة بدون إضافة أي شي لما أنا أحكي عن شي ما شفته بعيني أنا سمعته أو أدركته بعد فترة نحكي عن بقية الضمائر مع الضمير بان رح أضيف اللاحقة أم الرباعية يعني مثلا أونوت أونوت مشهم أونوت بان أونوت مشهم أونوت هو جذر الفعل أن نسيان أونوت مش أونوت مشهم أنا نسيت تمام؟ أونوت مشهم أنا نسيت طب كيف أنا نسيت وما شفت حالي لما نسيت يعني بكون أدركت هذا الشي بعد فترة كيف؟ مثلا أنا طلعت من بيتي مستعجلة وصلت لنص الطريق طلعت لقيت حالي نسيانة جزداني نسيانة تليفوني فبقول أونوت مشهم أونوت مشهم لأن أنا أدركت هذا الشي بعد فترة تمام؟ أونوت مشهم نستخدم فعل تاني مع الضمير بان أونوت مشهم فعل النوم أونوت مشهم أي مطفول يقول أي مطفول يقول أي مطفول يوضم أي مطفول يقول أي مطفول يوضم أي مطفول من بينام و بعدين بصحب عدو حالي غفيت يعني كيف نحنا نقول إنه غفيت بدون ماحس ماسكة موبايلي مثلا يزور في تلفزيون أي مطفول كذا فبقول و يضم يعني الساعة كذا و يضم أنانمت يعني أستخدمها لما أحكي عند شي أدركته بعد فترة أو شي صار وحدا قل لي يا بس أنا ما شفته بعيني يعني مع الضمير بان رح أستخدم جذر الفعل زائد لاحقة الزمن زائد لاحقة رباعية هي أم 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 حسب لاحقة الزمن مع الضمير سان رح يكون عندي نفس الشي فعل جذر الفعل زائد لاحقة الزمن زائد لاحقة سن الرباعية سن 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 مثلا سن علمشسن سن yeni بي عرابة علمشسن تبريك ederim hayırlı olsun مثلا كل شخص سن أنت yeni بي عرابة سيارة جديدة علمشسن أنت اشتريت سيارة جديدة تبريك ederim مبروك hayırlı olsun يعني فيها الخير أو كمان للمباركة يعني أنا عم بارك لشخص أنه هو عمل شغلة أنا أدركته أنا شفتها أنا سمعتها بس أنا يعني شفتها بعد فترة بس ما شفتها بنفس اللحظة اللي اشترى فيها هاي الشغلة علمشسن أو علمش بن علمشن سن علمشسن بيز علمشز مثلا رح نكملها مع الفعل آل علمشز بيز علمشز نحن اشترينا شو لاحقت بيز؟ كمان از رباعية سيز علمشسنز سيز علمشسنز أنتم اشتريتم علمش لار يعني لاحقة الضمير عن لار رح تكون لار أو لار فقط في حالة النفي رح أستخدم جذر الفعل زائد مباشرة بعضه أداة النفي اللي هي ما أو ما زائد لاحقة الزمن زائد لاحقة الضمير الشخصي لكن في حالة النفي بما أنه أنا عندي أدوات نفي اثنين بس ما وما معناته رح أستخدم لاحقتين زمن ما مش ما مش يعني ما رح تاخد اللاحقة مش ما رح تاخد اللاحقة مش ففي حالة النفي اللاحقة مش واللاحقة مش رح تختفي لأنه ما عندي إلها يعني أدوات نفي تتصل فيها تمام؟ يعني رح في حالة النفي أضيف جذر الفعل زائد ممش أو ممش فقط زائد لاحقة الضمير الشخصي مثلا نطبق فعل واحد مع كل الضمائر بان ويو ممشم بان ويو ممش مامشم أنا لم أنم سان ويو مامش سن أنت لم تنم أو ويو مامش هو لم ينم بيز ويو مامشز نحن لم ننم سيز ويو مامش سنز أنتم لم تناموا أن لار ويو مامش لار هم لم يناموا يعني أضيف معا بعد جذر الفعل مامش أو ممش زائد لاحقة الضمير الشخصي مباشرة هون أصدقائي راح نكمل نشوف كل الأمثلة بكل الحالات في حالة الإثبات في حالة النفي في حالة السؤال المثبت في حالة السؤال المنفي أنا كنت مسجلة هذا المقطع بس مع الأسف طلع في خطأ بالتسجيل ما كان فيه صوت يعني فاضطريت أصور لكم المقطع من الكتاب مع الضمير بان راح نقول مثال مع الفعل انظر أنا نظرت باك مشم ضفنا م مش هي لاحقة الزمن وم لاحقة الضمير الشخصي باك ما مشم شو قلنا بنا في راح نضيف ما مش أو ما مش باك ما مش باك ما مشم ولاحقة الضمير ثابتة بالسؤال كيف من راح نستخدم راح نقول باك ما مش ميم باك ما مش ميم منين جبنا هاي ميم ما هي أداة السؤال اللي هي ما مي مو مو هل أم هي حرف هي ضمير نفسه هذا اللي عم نضيفه في نهاية كل فعل والي هي حرف الحماية ي هي حرف الحماية عفوان اجت على ي تمام يعني راح أنا أضيف لاحقة الضمير الشخصي بالنهاية وأسبقها بأداة السؤال أما السؤال في حالة النفي أولومسوس سورو أولومسوس سورو في حالة النفي فأنا شو راح أستخدم فيه باك ما مش ميم كمان راح أضل أداة السؤال نفسه ميم بس راح أضيف باك ما مش هو الفعل المثبت أما باك ما مش فهو الفعل المنفي وكذلك مع كل الضمائر سان باك مش سن أنت نظرت سان باك ما مش صن أنت لم تنظر يعني راح أمسح لكم هاي مشان تشوفوا الكلمات أوضح سان باك ما مش باك ما مش صن عفوان باك مش مصن لكو باك مش مصن هل أنت نظرت باك مش مصن هل أنت مصن هل أنت باك مش نظرت باك ما مش مصن ألم تنظر أو باك مش أو باك ما مش أو باك ما مش مصن هل هو نظرة أو باك ما مش مصن ألم ينظر بيز باك ما مش ز بيز باك ما مش ز نحن لم ننظر بيز باك ما مش ميز هل نظرنا طبعا نحن قليل نسأل مع الضمير بعنو الضمير بيز باك ما مش ميز ألم نكن قد نظرنا باك مش سنز باك مش سنز أنتم نظرتم باك ما مش سنز أنتم لم تنظروا باك مش مصن هل نظرتم مصن هل أنت مصنز هل أنتم باك ما مش مصنز باك ما مش مصنز اخر ضمير ONLAR باك مش لار باك مش لار وفي حالة النفي باك ما مش لار باك ما مش لار في حالة النفي باك مش لار لايكوا شوفوا هون عندي كيف رح يصير هون بس مع الضمير ONLAR بس فقط مع الضمير شو رح نعمل اللاحقة ما نفصلها اللاحقة الضمير دائما تكون ملتصقة بالفعل وبلاحقة الزمن فاضيف بعده اداة السؤال اللي هي المناسبة ما باك ما مش لار في هاي الحالة نحن اخدنا امثلة بفعل واحد مع كل الضمائر مع كل الحالات النفي سواء النفي السؤال المثبت او السؤال المنفي هات كان درسنا لليوم عن الماضي النقلي او الماضي غير الواضح او غير المعرف ان شاء الله يكون الدرس سهل و بسيط هو لانه جديد علينا ما عنا بالعربي فمنشوفه شوي غريب بس هو يعني زمن سهل فيني استخدمه بس بكل بساطة لما انا ما بشوف الشي حدث قدامي يعني انا تكون سمعته سمع او ادركته بعد فترة ان شاء الله يكون الدرس سهل و بسيط ان شاء الله استفدتوا منه ضلوا دائما بخير و مع السلامة اشتركوا في القناة